أخبار مزعجة للراغبين في المعاشة المبكر أهلا بكم أدعوكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك تشهد الفترة المقبلة تطورات غير صارة للراغبين في المعاشة المبكر وذلك مع استعداد التأمينات لتغليز وتجديد شروط الحصول عليه حتى لا يضر بنظام المعاشات بحسب توصيات الدراسة الإكتوارية للتأمينات الاجتماعية التي شاركت فيها منظمة العمل الدولية فبعد سلاسة سنوات من الآن لن يتمكن أي موظف من الخروج على المعاش إلا إذ كان مشتركا بنظام التأمينات مدة لا تقل عن 15 سنة بدل من 10 سنوات المطبقة الآن التطور الأول يتمثل في الدراسة الإكتوارية لقانون التأمينات والمعاشات التي أكدت أن المعاش المبكر يؤثر سلبيا على نظام التأمينات وعوصت بضرورة تجديد الشروط الخاصة به خصوصا مع تطبيق نظام التأمينات والمعاش الجديد الذي جاء بالتشريع الجديد الذي أقرته الدولة وجاري العمل به بداية من يناير 2020 كما أكدت الدراسة الإكتوارية أن هناك 45 ألف موظف يخرجون للمعاش المبكر سنويا وهو ما يتسبب في ضغط على بند النفقات الخاصة بصناديق التأمينات بسبب صرف المعاش المستحق بشكل مبكر عن سن الشيخوخة وهو ما دفعت دراسة التي شاركت في وضعها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الحكومة بتغليز شروط وامتيازات المعاش المبكر حتى لا يتسبب ذلك في ضرورة أو في ضرر لنظام التأمينات الجديد كما أوسط الدراسة أيضا بضرورة رفع سن المعاش ل65 سنة لضمان استمرار استقرار نظام التأمينات مع ضرورة وجود معدل اشتراك بالتأمين يبدأ من 21% يصل ل26% بمعدل زيادة 1% لكل 7 سنوات مع التزام الحكومة بدفع 160 مليار و500 مليون جنيه سنويا بزيادة مركبة 5.7% لتزوية الاشتباكات المالية بين الخزانة العامة مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أما عن التطوير الآخر إنه بداية من 2024 فسيكون هناك شروط أكثر صعوبة للحصول على المعاش حيث اشترط قانون المعاشات الجديد بداية من هذا التاريخ أن يكون المؤمن عليه مشترك بالتأمينات الاجتماعية 15 سنة على الأقل في حين أن يكون المعمول به الآن هو شرط العشرة سنوات فقط إلا أن هذا الأمر سيتغير بداية من 2024 وينص قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد على من يستحق المعاشة المؤمن عليهم عند بلوغ سن الشيخوخة بشرط الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء مدة لا تقل عن 120 شهر أي عشرة سنوات وتكون المدة 180 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون إذا أعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الآن الاشتراك بالقناة بالضغط على زر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك ترجمة نانسي قنقر